جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله هكذا وصلنا إلى الخاتمة اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أعمالنا أواخرها اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخير دوما اجعل خاتمة أعمالنا خيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين اللهم اختم لنا بخير اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا وتلاوتنا للقرآن اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا عندك مقبولة وأثبنا عليها اللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب اللهم ارزقنا الإيمان والاحتساب وتقبل مننا العمل يا حي يا قيوم آمين إخوتي يقول ابن القيم عليه رحمة الله في الذكر أكثر من مائة فائدة إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره طبعا هذا الكلام مرت معنا الأدلة كثيرة جدا علي أن الشيطان خناس إذا ذكر الله خنس الشيطان اثنين أنه يرضي الرحمن الله يحب من عبده أن يذكره فأنه يرضي الرحمن الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب وأنا أقول أن هذه مجربة إن الإنسان أحيانا يبقى مهموم ومتدايق وألآن وزعلان فمجرد أنه يشتغل في الذكر شوية وخصوصا الصلع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستغفار أو التهليل الاستغفار والصلع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول لا إله إلا الله دول يزيل الهم بالمرة أربعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك من قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وشفاء صدري وجلاء همي وغمي إلا أبدله الله مكان غميه فرحا وسرورا فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تعلم هذا الحديث قال ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه احفظوا الحديثة ولما تقوله على طول تلاقي نفسك أنزل الله في قلبك فرحة سرور انبساط الخامسة أنه يقوّل قلب والبدن الذكر يقوّل قلب شيخ الإسلامية التعامية قال في كتاب الكلمة الطيب بتاعه أن من قال بين الأزان الفجر والإقامة أربعين مرة يا حي يا قيوم كان ذلك سبب قوة القلب وقال هذه مجربة الزكس يقوّل قلب يخلي الإنسان قلبه قوي لا يخشى أحدا ولا يخاف من أحد ولا يخاف من شيء ولا يتهدد من شيء قوة قلب وأيضا قوة بدن بدليل حديث السيدة فاطمة رضي الله عنه السادسة أنه ينوّر الوجه والقلب لا شك أن الذكر ينوّر القلب كل إنسان ما يذكر ربنا أكثر يحس أن قلبه منوّر فيه يا أصلي أصلي ده إحساس مش يعني فيه إنسان يحس أن فيه جواه كآبة حس أنه مكتئب جواه ظلمة جواه وحشة وفيه إنسان يحس أنه جواه نور مشرق استبشار فرحة فالذكر ينوّر القلب والوجه كل زي ما قالوا لا يخطئ الزاكر ثلاثة أشياء الحلاوة والملاحة والهيبة تلاقي حلو وجميل ومليح والهيبة يخاف منه السابعة أنه يجلب الرزق قال سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى شاهد أن الزكر يجلب الرزق ولذلك شورع أذكار الصباح الصبح حين يوزع ميكائيل أرزاق الناس الله عز وجل والذي يقسم الرزق بس ميكائيل بيكتب المسؤول عن توزيع الأرزاق ففي الوقت ده وقت ذكر ليسيد الرزقك الثامنة أنه يقس الزاكر المهابة والحلاوة والنضرة تسعة التاسعة أنه يورثه المحبة كثير الزكر يحب ربنا وربنا يحبه التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الزكر فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فكما أن الدرس والمذاكرة باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوى عشرة أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان يورثه المراقبة الزاكر لما إنسان قاعد يذكر ربنا يذكر ربنا يبقى حاسس أن ربنا يراه حاسس أن ربنا مريب منه حاسس أن ربنا معاه إحساس المراقبة ده أن تعبد الله كأنك ترى يورثه مرتبة الإحسان فيعبد الله كأنه يرى ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد عن الوصول إلى البيت واحد قاعد عمره يوصل لمكة لازم يقوم يتحرك ويوصل كذلك اللي غافل عن الذكر لا يمكن يوصل لمقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يرى حضاشر أنه يورسه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورسه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملازه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا دي مهمة جدا إن الإنسان اللي بيكسر من ذكر الله بيورسه الإنابة إنه يبقى منيب يعني رجاع إلى الله سبحانه وتعالى فمتى أكثر الذكر أكثر الرجوع أكثر الذكر يعني غلط طبته إلى الله ورجعته إلى الله وندم استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتب إليه وهكذا دا يخليه دايما يرجع على ربنا إذا كان كده يجد دايما إن ربنا مفزعه وقبلة قلبه دايما نقول إن الزاكر دا علامة الحب بقى يبقى زي الطفل الطفل اللي أي حاجة تحصل له ما فيش على لسانه غير يا أمي فنفس الشيء اللي بيحب ربنا ومتعلق به أي حاجة تحصله يا رب الله أقرب شيء إلى لسانه لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى إتناشر أنه يورثه القرب من الله فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه كل ما يذكر ربنا كل ما يقرب من ربنا كل ما يذكر من ربنا كل ما يقرب من ربنا وهكذا غفل تلاقيه بيبعد عن ربنا البعد 13 أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة وكل ما أكثر من الزكر ازداد من المعرفة لأن الزكر بينور العقل وينور البصر وينور القلب فبيفتح الفهم فكل ما زاد ذكر يزيد فهم فهم للدين وفهم للحياة وفهم للناس وفهم للقرآن فهم للذكر نفسه الرابعة عشر أربعة عشر أنه يورسه الهيبة لربه عز وجل يورسه الهيبة وإجلال الله عز وجل لشدة استيلاء الذكر على قلبه وحضوره مع الله تعالى فيورسه إجلال الله وتعظيم الله والهيبة من الله عز وجل بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه الخامسة عشر أنه يورسه ذكر الله له قال تعالى فاذكروني أذكركم فإذا ذكرت الله ذكرك ولو لم يكن في الزكر إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها فضلا وشرفا أنك كلما ذكرت الله ذكرك قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من ذكرني قال الله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ستاشر السادسة عشر الفائدة السادسة عشر للذكر أنه يورس حياة القلب وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء السابعة عشر أنه قوت القلب والروح فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته الأكل بتاع الألب القوت اللي يتقور به القلب الذكر يقول وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس سيذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا سبحان الله العظيم قال له ده الغداء بتاعي ده الغذاء بتاعي لو لم لو ما تغدتش لو ما تغذتش ما درش أقول قوة الضيع فالقوة بالذكر وقال لي مرة شيخ الإسلام ابن تيمية قال لابن القيم رحمهما الله تعالى مرة قال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه السامنة عشر الفيدة رقم 18 أنه يورث جلاء القلب من صدائه كما تقدم في الحديث كل شيء له صدأ وصدأ القلب الغفلة والهوى وجلاءه الذكر والتوبة والاستغفار التاسعة عشر الفيدة التاسعة عشر من فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبنا السيئات الفائدة العشرون أنه يزيل الوحشة التي بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر قلناها كثير إنه واحد أحيانا تجد بعض الناس حاسس إنه جواه جواه داخله ظلمة وحشة يقولك أنا حاسس إنه شدري دايق مخنوق متدايق أرفان زعلان أنا اليوندل مش مبسوط ما لك طيب بمعرفش دي وحشة وقعت داخله الوحشة اللي وقعت داخله دي خلته حاسس الإحساس ده الإحساس اللي ما يتوصفش مالك متدايق طيب متدايق ليه ما عرفش طيب يعني إيه متدايق مخنوق مش عايز أتكلم مش عايز أقبل حد مش عايز أعرف حد مش عايز أشوف حد سيبوني بقى الوحشة هيعيط مالوش نفس الحاجة دي اسمها وحشة الوحشة اللي تقع في القلب دي وحشة بين العبد وبين الله الذكر يزيل الوحشة دي يضيعها يدوبها الحادية والعشرون الفائدة الحادية والعشرون قال أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة روى الإمام أحمد في المسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم صلي عليه صلى الله عليه زيدي النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم قال إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرس لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبه أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عندنا ربه عندنا ربه الحديث ده صراحة الواحد عاش معاه مدة رهيب خطير إن ما تذكرون من جلال الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل يتعاطفن حول العرس يعني لما تقول سبحان الله الله أكبر الحمد لله قول سبحان الله الحمد لله الله أكبر 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 سبحان الله الوحدها والحمد لله الوحدها والله أكبر الوحدها يتعاطف كأنهم بيقروا وراء بعض ها سبحان الله وبتقروا وراء الحمد لله وبتقروا وراء الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر يتعاطفن يطلعوا إلى السماء حد حول العرش يفضلوا يلفوا حول العرش يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل سبحان الله والحمد لله والله أكبر لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن يقولوا فلان فلان محمد حسين فلان 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 شو بقى لما اسمك بيذكر حول العرش فالإنسان إذا كان في أي حاجة أو بلاء أو كربة أو وقال يا رب هو اسمه فوق معروف يذكرن به يذكرن به أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند ربه سبحان الله العظيم 22 الفائدة الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكرة لله تعالى إذا أصبته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف أما الغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر عندنا الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعين بالله بيئة الحديث الفائدة الثالثة والعشرون أنه ينجي من عذاب الله كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ويروى مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل ينجي من عذاب الله الرابع والعشرون أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالس الذكر رياض الجنة تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزيل الملائكة ويذكره الله عز وجل في من عنده الخامسة والعشرون الفائدة الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبد لابد له أن يتكلم وإن لم يشغل لسانه بالحق إن شغل لسانه بالباطل فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو ومن يبوس لسانه عن ذكر الله ترطب لسانه بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله نكتفي بهذه الخمسة والعشرين في الدقيقة الخامسة والعشرين إخوتي أنا أحبكم في الله هم مئة فائدة تراجعونها في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب ولعل الله عز وجل يسر ونستكمل الكتاب في حلقات قادمة كل عام وأنتم بخير أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والسلام عليكم